هل الخمر حرام؟ ولماذا لا يوجد نص في القرآن لتحريم الخمر؟ السؤال الأول هل الخمر حرام؟ نعم الخمر حرام وما كنا نتوقع أبدا في الأمة الإسلامية أن يأتي من يشككه في تحريم الخمر يعني الإمام الناووي أنا بدي لكم بس مثال يعني علشان ترافوا اللعبة في الدين بيجي إزاي الإمام الناووي رحمه الله تعالى جماعة ميت سنة ستمية ستة وسبين بينقل لنا حالة الأمة الإسلامية ومش بس هو الوحد على فكرة في جروا كتير بس أنا عشان ما تقولش عليكم بديكم نماذج وانتوا بقى رجعوا وقروا يعني بديكم مفاتيح الإمام الناووي رحمه الله تعالى بينقل وهو ميت سنة ستمية ستة وسبين في شرحه على صحيح الإمام مسلم أن الأمة الإسلامية أجمعت على تحريم الخمر وعلى أن شاربها يحد يعني يعاقب يبقى ما كانش مطروح لغاية سنة ستمية ستة وسبين هجرية الكلام ده ولا اطرح بعده الكلام ده اطرح امتى؟ الكلام ده بدأ يطرح في العصور المتأخرة بعد 2011 لما ظهرت وبرزت موجة التنوير وعايزين أن احنا جماعا نق الدين من الحاجات اللي غلط دخلت فيه وإننا وجدنا أباءنا على أمة وما ينفعش يا جماعا أن احنا نمشي على أن نقلد الأباء والأسلاف وإحنا لازم نفكر ولازم نجتهد ولازم نعمل العقل وربنا الأفلا يتدبرون القرآن فإحنا يلا بينا نتدبر يلا بينا نتدبر بدأ الجماعة اللي زي الأخ الكريم يتدبروا القرآن فوصلوا من خلال التدبر بتاحهم إن كل حاجة حلال الزن حلال طبعا مش هو اللي بقول كده غيره إزاي يا جماعة حلال يقولك لا أصلا أنت ما انتش فاهم الزن حلال اللي أنتو أصدقوا عليه لكن الزن اللي ربنا أصدقوا عليه حرام طب إيه يا جماعة الزن اللي ربنا أصدقوا عليه واللي إحنا أصدقنا عليه آه اللي أنتو أصدقوا عليه اللي هم المسلمين اللي هو إحنا المسلمين كده من النهاردة لسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام اللي هو جيل عن جيل أمر متواتر منتهي خلصان علاقة بدون جواز يعني موضوع منتهي مش بحدك كلام لا ده حلال وما ده الحرام الحرام إن أعمل علاقة حتى لو بجواز والناس تفرج عليها طب الله عليكم وفي حد في الدنيا بيعمل ده إلا الحمير والكلاب والقطة والحاجات دي محدش في الدنيا عاقل بيعمل ده ولا أنا أشت فترة في أوروبا وأمريكا والبلاد دي ولا بيعملوا كده في الشارع مفيش الكلام ده الناس بتروح بيه تقفل عن نفسها بيقولك العلاقة في العلن هي دي الفاحشة والزنة دي اللي ربنا أصدوا عليه طب لو أنا عملت معها كده في شقة أو في قوضة بقولك لا دي اسمها مساكنة ودي حلال مفيش فيها حاجة عادي زي ما احنا تكلمنا عن الموضوع ده قبل كده الصلاة قالك لا الصلاة مطلوبة بس الصلاة بتاعتكم ولا الصلاة بتاعت ربنا ايه عم الصلاة بتاعتنا دي لأ الصلاة بتاعتكم من انتو بتصلوها دي كابرا عن كابر وجيلا عن جيل واللي فيها كل الأدلة والمستمين بيعملوها واللي في الكتب واوة كل الكلام ده في شينك طب لما هو في شينك انتو وصلتوا للصلاة الصحيحة ازاي بالتدبر طب تدبرتو فين يا حبيبي قالك تدبرنا في القرآن فقالنا دي اسمها الصلاة تقصية وما لقي الصلاة ربنا عايزة مننا صلي بقلبك وقعد بص في السماء كده وتأمل انت كده بتصلي يبقى ضربنا الصلاة وضربنا الزنا دلوقتي بقى الخمر الخمر مفيش تحري من الخمر خلي بالكم ما ازجاية اقولك القرآن محرمش الخمر عايزين يفصلوا بين كلام سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام وبين القرآن لي يا جماعة لان القرآن ده بمثابة الدستور وربنا علمنا في القرآن قال لنا ايه قال لنا شرح القرآن ده ترجعوا فيه السيدنا النبي عليه الصلاة والسلام قال لنا وما اتاكم الرسول فاخذوه وما نهاكم عنه فانتهو قال قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني بيتكلم عن سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام يحببكم الله وقال لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة يعني قدوة إذن سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام اللي يقوله هو إيه لازم اقتدبي وربنا ألوى ما كان لمؤمنين ولا مؤمنات إذا قضى الله ورسوله أمرا يبا ربنا بيقضي أمر ورسوله بيقضي أمر أن يكون لهم الخيارة من أمرهم وربنا سبحانه وتعالى يبا طاعة الرسول عليه الصلاة والسلام مطلوبة فإخواننا التنورين بيعملوا يقولك لا دا طاعة الرسول إنك تؤمن بالرسالة إيه طاعة في كده مش فاهم أطاعته في إيه لما واحد جايب لكتاب بيقول لي خد الكتاب ده فين بقى الطاعة مالوش طاعة هنا ولا له أي ستين لازمة بالمعنى بتاعكم ده وهم بيقولوا كده بعضهم بيقولك النبي عليه الصلاة والسلام وسائي بريد بنفس العبارة والأسلوب الفج ده سلمك المصحف وانت بقى زي ما واحد فيهم قال قبل كده الدين ده تجربتك الخاصة اعمل فيه اللي انت عايزه كأنك بتعمل بيتزا أو صانية بطاطا بالبشاميل أنا أحباش بالبشاميل على فكرة بحبها بالقشطة يعني المهم صانية بطاطا إلعى فيها براحتك هو ده الدين بالنسبة لهم كده حاجة كتاب جالك من السماء وانت أيفه على مزاجك لكن دين ربنا مش كده دين ربنا له حدود وفيه أوامر وفيه نواهي فالإمام النوبي رحمه الله تعالى بينقل لنا حالة أو بيدينا تعبير عن الواقع لغاية عصره القرن السابق الهجري 676 إن ما كانش حدي بتكلم فان الخمر إيه حلال ويكأن يعني المسلمين كلهم بالنسبة لجماعة التنورين دول ما كانش عندهم مخ يعني سيدنا النبي للسلام مات والخمر حلال وفجأة أول ما مات راح الصحابة حرموه وحرموا بقى الزنا وأوجابوا الصلاة واخترعوا دين جديد بيسموا الدين الموازي إيه يا ابن الكلام ده جبتوا منين هو دي الفكرة والخيال والخزعبالات اللي عندهم واخترعوا الحجاب واخترعوا حرمت مصفحة المرأة واخترعوا حرمت المعازف وحرمت الرأس ومش عارف إيه كل دي الكلام ده كل يعني عايز أقول لك إن النبي الصلاة مات راح صحيح الصحابة قالوا سوربرايز يلا بينا نشدد على نفسنا ونقرف نفسنا ونخترع دين جديد نقرف بيه الناس اللي معانا طبعا ده منطقيا كلام غير منطقي وغير معقول يعني فده الإمام النووي رحمه الله وتعالى تعالوا بقى نكمل الأخ بيقولك من ضمن كلامه هالربنا حرم الخمر أيوة ربنا حرم الخمر هنشوف الآيات اللي ربنا سبحانه وتعالى حرم فيها الخمر دي واحدة طالبة علمه والله اللي بعتلي الكلام ده بتقول لي إحنا بنتبرجل إحنا عايزين نفهم فبضطر إن أنا أوضح الأمور اللي هي واضحة اللي مش محتاجة أيوة ربنا حرم الخمر في القرآن ربنا سبحانه وتعالى قال يسألونك عن الخمر والميسير يقول فيهما إثم كبير ومنافع للناس ده في سورة البقرة فيهما إيه إثم كبير خلي بالك بالإثم كبير دي ورح ربنا جاي في سورة العراف عشان يعرفك إيه حكم الإثم ده قال قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم تاني قل إنما حرم ربي الفواحش يبقى ربنا حرم إيه حرم الفواحش حلوين كده حلوين وإيه كمان مع الفواحش قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن كل أنواحها والإثم والبغية بغير الحق يبقى الإثم محرم ولا مش محرم محرم هو إثم أصلا يعني حاجة إيه فيها إثم فيها معصية ذنب واضح أنها حرام بس ربنا يبقى وضحنا زيادة والحمد لله على نعمة القرآن يبقى لما ربنا قال في الخمر في سورة البقرة يسألونك عن الخمر والميسر يقول فيهما إثم كبير ومنافي أولى الناس يبقى فيهم إثمهم وجف سورة الأعراف قال لي قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منهما بطن والإثم يبقى أنا فهمت كده على طول تماتيكي تماتيكي إن الإثم اللي في الخمر اللي ربنا قال عليها في سورة البقرة فيها إثم كبير ربنا حرموا بالآية بتاعة سورة العراف حلوين كنا مبسوطين ده بس دليل تعالوا بأنكم الله يقول أنه فصل لنا ما حرم علينا فأين تفصيل تحريم الخمر سؤال منطقي الله يقول وقد فصل لكم ما حرم عليكم في سورة الأنعام يبقى فين تحريم الخمر لسه إلاك الدليل من دقتينه وهعيد ثاني ربنا سبحانه وتعالى جعل الخمر إثمه قل فيهما إثم كبير وجي في سورة العراف بيّن الله أنه يحرم الإثم فأي حاجة فيها إثم حرام الخمر فيها إثم آه ده لمش كبير لو بربع جنيه إثم يبقى ربنا حرمه يبقى هابد عنها خلصانه ولإنما حرم ربنا الفواحشة ما ظهر منها وما بطانة والإثم والإيه والإثم يبقى يا عم الشيخ اللي بتسألني أيوة الخمر حرام ليه علشان ربنا أثبت لنا في سورة البقرة إن الخمر دي فيه إثم كبير قد التنين وبعدين أنا أقول لكم كده مجازا يعني وبعدين جه ربنا في سورة الأعراف قال لنا إنه بيحرم الإثم يبقى خلاص بما إن ربنا بيحرم الإثم والخمر فيها إثم تبقى الخمر إيه حرام واضحة هي يبقى أنت مجيش تقول لي فين الدليل وربنا فصل وما فصلش ربنا وضح كل حاجة تعالوا نكمل لماذا لم يذكر الله تحريم الخمر في آيات التحريم مثل قوله حرمت عليكم الميت تودمه ولحم الخنزير وفي قوله قل تعالوا أتروا ما حرم ربكم عليكم ذكر المحرمات لم يذكر الخمر أولا يا أخي لازم من تدبرك للقرآن أن تقرأ القرآن بوجه صحيح فرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السابع إلا ما ذقيتم إلى آخر الآية طب ربنا ليه محرمش هنا أن نأتي لابويا مثلاً طب ربنا ليه محرمش هنا في الآية دية الزنا مثلاً يبقى أنت منفعش بالمنطق بتاعك دا هيبقى الزنا حلال صح ولا لأ طب ربنا ليه محرمش في الآية دية الرشوة يبقى بالمنطق دا الرشوة حلال ربنا ليه محرمش في الآية دي الربا يبقى بالمنطق بتاعك الربا حلال هو لازم يكون في الآية دي ليه أقولك الإشكال ليه علشان أنت فاهم من الحاجة الحرام لازم يتكتب قبلها في المصحف حرام وده غلط لان صياغ التحريم في اللغة العربية او في الشرع متعددة ايه معنى تحريم يعني منع يعني حاجة forbidden ماينفعش انك تعملها ممنوعة prohibited لو انا بترجم صحة ولو انا لسه فاكر انجليزي كويس يعني فانت ماينفعش تيجي على حاجة زي كده وتقول لنا عايز قبلها كلمة حرام وعلى كل حال انا وضحت لك من الاية بتاعة البقرة والاية بتاعة الاعراف ان الخمر فيها اثم ان ربنا بيحرم الاثم لكن هل صياغ التحريم بس يا جماعة لازم يكون مكتوب قبلها حرام لا اصل التحريم بيجي منين بيجي من النهي فما نهى الله عنه ورسوله وجب ايه اننا ابيد عنه ربنا سبحانه وتعالى يقول وما اتاكم الرسول فاخذوه وما ايه نهاكم ومش وما حرم عليكم يبقى الاصل هو النهي فالحاجة اللي جاي فيها نهي بأي صورة من صور النهي والنهي ده ما كانش للكراهة يبقى الاصل في النهي انه يكون ايه للتحريم يبقى لما ربنا سبحانه وتعالى معلش انا ما اضطر افصل الكلام بالراحة كده ايه حتة حتة لما ربنا ينهاني بأي صورة من صور النهي او بأي لفظ من الفاظ النهي عن شرب الخمر تبقى الخمر ايه حرام حلوة كده اعمل حج يا ما تجيش تقولي بقى ان ربنا ما حرمهاش وفين الخمر في الاية بتاعة تحرمت عليكم ها ما ينفعش اللي انت بتعمله ده غلط وعيب تعالوا نكمل بالتأكيد ليس نسيانا تعالى سبحانه بل هو لا يريد أن يذكر تحريم الخمر هو ليس نسيانا بس مش علشان هو لا يريد أن يذكر تحريم الخمر ربنا سبحانه وتعالى ذكرها وحرمها وبعدين هو مش ربنا سبحانه وتعالى علمنا ان احنا نسمع كلام سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام طب سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام قال ما أسكر منه الفرق فملء الكف منه حرام الفرق ده يا جماعة عشان ما تخلش معكم في عملية حسابية معقدة باختصار يعني بتاع مثلا 100 لتر 90 لتر أروند القضية دي حوالين كده يعني سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام بيقولك لو شربت حاجة هتسكر منها من 100 لتر حد شدر يشرب كده في الدنيا يبقى ملء الكف منها حرام سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام في النسائي لما أرسل أبا موسى الأشعرية رضي الله عنه إلى اليمن قال له أشرب إيه وأسيب إيه قال له في عندهم حاجة اسمها البتع والمزر فسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام قال له إيه البتع والمزر ده قال له البتع ده الشراب اللي بيعملوه من العسل يعني خمر من العسل والمزر بيعملوه من الدرة فسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام قال له إيه إني أنهاك عن كل مسكر أو كل مسكر حرام أو إني حرمته كل مسكر واضحة القضية دي سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام يقول كل شراب أسكر فهو خمر سيدنا النبي عليه السلام يقول مدمن الخمر إلقي الله كعابد وثن فيما رواه أحمد رضي الله عنه دي كلها أدلة سيدنا النبي عليه السلام سئل أيضا ذات مرة عن البتع اللي هو قلنا إيه الشراب المسكر من العسل وكان أهل اليمن يشربونه الحديث في البخاري ومسلم اتفق عليه فقال كل شراب أسكر فهو حرام إبا أنت عندك عدة أحاديث رواها عدد من الصحابة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وربنا أمرك إنك تطيع الرسول فما تجيش تقول لي الخمر مش محرمة ده محرمة في القرآن زي ما وضحت لك وفي السنة وبإجماع المسلمين بس ما علينا تعالوا انكمل فلو أراد لفعل لأن صفته سبحانه أنه فعال لما يريد ما احنا قلنا بأنه فعل عز وجل وحرم على لسان القرآن أو في القرآن وعلى لسان نبيه صلى الله عليه وسلم وفعلا هو فعال لما يريد بس دا مش هيخدمك برضو في أن الخمر حلال من عارف أن ربنا فعل لما يريد وأنه ذي القوة وأنه سبحانه وتعالى هو الخالق المتفرد بالإيجاد وأنه هو المؤثر سبحانه وتعالى لا يؤثر في الكون إلا وأنه المستحق للعباد إيه بأي لقد دا من الخمر حلال بلاش يعني إيه نخطب الجمعة ونتوه الموضوع في النص أصلا عارف الحركات دي أنا مزكركم عمل لكم إيه بس يلا اللي بعد وماذا يريدنا أن نفهم سبحانه من قوله ولا تقربوا الصلاة وأنتم سكارا حتى تعلموا ما تقولون فظاهر الآية لا يحرم الخمر ولا يحرم السكر ولكن ينهى عن الاقتراب عن الصلاة وأنت في حالة السكر لا تعلم ما تقول آه صحيح دا كلام جميل بس مين قال إن الآية دي إحنا بنستدل بيها على تحريم الخمر دا إحنا بنستدل بيها على تحريم إتيان الصلاة وإنت سكران لكن الآية ما بتقولش ركز إنك حلال تبقى سكران وحرم تصلي لا ما تلعبش اللي أبا دي معايا الآية بتتكلم عن اللي رايح يصلي وهو سكران طب افرض أنا شربت الخمر وما سكرتش أصلي صلاة صحيحة لكن هل دا معناها إن الخمر حلال هل الآية قلت لك يا أيها الذين آمنوا حلالوا لكم أن تشربوا الخمر ولكن إذا أردتم أن تصلوا فلا تسكروا ما قالتش كده ها فما تهزرش لبعد ويأذن لك بالصلاة إذا كنت تعلم ما تقول ولو كنت شاربا للخمر ولو كنت في حالة سكر ولكن تعلم ما تقول كلام جميل إيه باع لقد دا بين الخمر في غير الصلاة حلال ركز إنت بتقول ربنا ما حرمش الخمر وجايب لي آية بتحرم الصلاة وإنت سكران مش أنت شارب شربة عادي وما سكرتش خدت بوقي كده لأ وإنت سكران أنا بقى بتكلم معك في اللي أنت بتدعيه أنت بتدعي تاني ركز معي أرجوك إن الخمر حلال فأنت جايب لي آية بتحرم الخمر ساعة الصلاة ليه أو بتحرم الصلاة وإنت سكران ليه ما دا مش بحل نزاع إحنا متفقين على دا لكن إنت بتدعي أن الخمر في غير كده حلال فأنت اللي تجيب لي دليل بعد الأدلة اللي إحنا ذكرناها اللي جدي كلها حالتنا بقى دليل ويستدل البعض على تحريم الخمر بقول الله إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام ورجس من عمل الشيطان فاجتنبوه ولم يقل سبحانه فاجتنبوها شوف شوف التضليل وأنا آسف المغالطة المنطقية ما احترام الشخصك الكريم بيقول لك يستدل البعض مين البعض دول يا جماعة البعض دول كل المسلمين بكل مدارسهم بكل طوافهم بكل مذايبهم بسلطتهم بطحنتهم بببغنجهم بكل حاجة كلهم بيستدلوا بالآية دي يا أم يلعب في دماغي علاً لطالع الجديد ولا كيستدل البعض لا ركزوا ده لنبيش البعض ده هم للبعض مش عموما المسلمين هم للبعض لا ده المسلمين كلهم بيستدلوا بالآية دي اي مرجح اسلامي هتلاقي فيه الكلام ده فالناس دي بتلعب الآس دي بتضحك عليكم شوف اللأي بدأل فاطل ليستدل البعض يا حبيبي ويستدل البعض على تحريم الخمر بقول الله لا دانتوا البعض يا حبيب صحي لكم والله يمذكركم إله الحمد لله لبعض ولم يقل سبحانه فاجتنبوها ولم يقل فاجتنبوهن بل قال فاجتنبوه فهو يأمرنا باجتناب الرجس من الشيطان هنا بقى انت جيت لفلعبي أكتر للغا العربية الحمد لله أنا اللهم لك الحمد ليس افتخارا كنا زي ما احنا صغيرين في السنة الأزهارية في حاجة اسمها إيه مسابقة أويل الطلبة فكان في الأزهار الشريف حاجة اسمها المناطق إلا زيار الناس الأزهارية عارفين منطقة القاهرة اسكندرية مش عارف البحيرة إيه إيه فلما تيجي مسابقة أويل الطلبة دول وتيجي نخش في الورقة النحو يقولك بس النحو ده لبسه وشيره لعبد الله رجدي دي لعبته اروح بفضل الله داخل عشر من عشر انتهى الموضوع فانت بتلافش معايا في النحو في اللغة العربية بص عامل حج الله الله يقول لأيه الذين آمنوا إنما الخمر والميسر الأزلام رجس والميس الرجس والرجس ده من عمل الشيطان فبعدين جيه ربنا قال على الرجس ده اجتنيبوه يبقى الضمير عيد على مين؟ على الرجس الرجس اللي هو إيه؟ اللي هو من عمل الشيطان اللي هو إيه حبيبي لأربعة اللي فاتوا الخمر والميسر والأنصاب والأزلام فما تجيش تلعب في اللغة العربية احترموا إن في ناس متخصصين وأكاديميين والليم تبتعينوا ده غلط يبقى دول كلهم اسمهم الرجس والرجس حرام من الأوثان اللي لما ربنا قال صحيح جتنيبو الرجس من الأوثان كان قصده إننا نروح نتمسح في الصنم كده ونلعب معه ونسجد له ونقول له نحن غراب عك 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 كن إليك عانية ها كان أصده كده؟ كانش أصده كده إنهم أصده نبعد عن الأوثان فأنتوا عندكم إن لما ربنا يقول على الخمر فجتنيبوه معنها ازلطوه اشربوه هو أنتوا زي بتفكروا كده؟ يعني أنتوا للدرجة دي بتستغفلوا الناس والبعض يقول أن الاجتناب كالتحريم وغالى بعضهم وقال بل هو أشد من التحريم هذا كلام خطير لأن هذا يعني أن الظن وقول الزور أشد من قتل النفس وأشد من الشرك بالله شوف العبط بقى أنا آسف أقولك كده برضو معلش يعني مش أصده أنت عبيط ولا حاجة بس الكلام ده عبط اللي أنت بتعمله ده ليه حبيب قلبي؟ لأن الاجتناب من ألفاظ التحريم الأمر بالاجتناب منع والمنع تحريم ربنا سبحانه وتعالى يقول في القرآن الكريم ولقد بعث ما في كل أمة الرسول أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فشوف الله عبر عن أعظم الأشياء وأثقلها حرمة ألا وهو الشرك وعبادة الأوثان واجتنبوا الطاغوت عبر عنه بالاجتناب مش بالتحريم صح؟ طب خد كمان آية ربنا سبحانه وتعالى بيقول في سورة النساء إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم فربنا عبر عن الكبائر بالاجتناب ومعروف أن الكبائر واجب تركها يبقى الاجتناب دا بيفيد التحريم والمنع وأنك تبعنا عن الحاجة وتجري منها يبقى ربنا عبر على حاجات كبيرة بلفظ الاجتناب كمان مش التحريم تعالى على سورة النجم يقول الله تعالى الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم يبقى ربنا سبحانه وتعالى وصف إباده المتقين بإيه؟ بأنهم يجتنبون كبائر الإثم يبقى الأمور الكبار الإثم الكبير الضخم العظيم ربنا لما أراد أن يأمرنا بالبعد عنه استخدم كلمة الاجتناب اللي استخدمها مع الخمر عرفتوا بقى أن أنتوا في اللغة العربية على الحميد المجيد اللي بعده أمرنا بالاجتناب الظني والزور بينما حرم القتل والشرك بالله والبعض يقول أنه حرام لأنه يفقد العقل ونحن نرى العالم الآخر يشربون الخمر ولا يفقدون عقولهم تاني برضو بيد على قضية إيه؟ الاجتناب ويكون أن الظن تحريمه أكبر من الخمر مين قال لك كده؟ يعني فين الآن اللي بتقول لما ربنا يتنبوا كثيرا من الظن أن الظن تحريمه أكبر من الخمر مين قال ده؟ ده أنت اللي بتقول كده من نفسك أنت يعني بتتخيل هذا لكن هل فيه نص يدعم الفكرة بتاعتك دي؟ ما فيش قل لك البعض يقول الخمر محرم عشان الناس بتسكر نرى العالم الآخر بما بيشربوا بيسكروش هو الخمر محرم علشان أنا أسكر منها بس؟ لا ده مجرد كون الشرب مسكر يحرم عليك أن تتذوقه يعني تاخد منه نقطة شربة بقتاني قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما أسكر منه الفرق فملء الكف منه حرام وقلنا الفرق مكيال أو حاجة بتسوي تقريبا يعني 16 رطل والرطل بيسوي 3 قاصع والصع بتاع 2 كيلو وربع تقريبا 2 كيلو ونص انت عارب بيختلف بها حسب الكتلة المية الكتلة الرز الكتلة السكر إلى آخرين المهمة هتطلع لها في الآخر بتاع 100 لتر 90 لتر 110 لتر حاولين القضية دي لو واحد هيشرب حاجة هيشرب منها 100 لتر بلاص كده برميل هيسكر يبقى لشوية كده ومنها حرام بيبقى انت برضو فهمك للقضية كله غلط انا كده وضحت القضية واحذروا الناس دول اللي بتعانوا في الدين وعايزين يأمل لكم دين جديد احذروهم استمسكوا بكلام الله وسنة رسول الله ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صلاة المستقيم واشوفكم على خير في الحلقة القادمة ان شاء الله تعالى اشتركوا في القناة